هكذا تتواصل منال مع محيطها وهي على درشتها الهوائية تتنقل في بيروت فهل العاصمة مدينة صديقة للدرشات الهوائية؟ ايو لا لأنه في مطارح فيك تسوق فيها وفي مطارح أبداً ما فيك تسوق فيها شو أبر الصعوبات اللي بتوشهوها؟ الانفراستركتشرز، الطرقات المفتوحة، السلولارات بإيد العالم مشاكل العالم وهمو من اللي ما بتخلي تشوف وتقشع العالم خاصة على البسكولات رغم بعض التجارب الأليمة التي تترك أثارها الجسدية أحياناً لا تتخلى منال عند درشتها وتسرد نصائح لمن يرغب في السير على دربها موزيك كتير كتير واطئة إذا بدك تحط موزيك بديناك تاني شي بدك تتوقع الغلط من العالم الثالث شي تكون ستيبل يعني يكون عندك ستابلتي على الجدون على البسكولات في امتحان سريع وقصير تسقط مسارات الدراجات الهوائية هذه المرسومة في وسط بيروت فلا الصائقون في سياراتهم يحترمون المسار ولا ركبوا الدراجات الهوائية على دراية بها فالمشروع لم يكتب له عمر طويل في عندك ثلاثة أنواع بايكلينز فيك تعمل بايكلينز اللي هو كتير خيس اللي هو بس أنت بتدهن دهن هذا أرخص نوع بايكلينز وفي عندك أدفانس أكتر تطور أكتر تحط أنت فواصل حجر أو فواصل حديد بين البايكلين وبين السيارات وفي عندك أنت النوع الثالث اللي هو بتجي تعمل إعادة عمار للشارع كله الدراجات الهوائية وفيرة في وطن يشهد ضائقة اقتصادية اليوم أنت في لبنان بسكولات عم يجبوها مستعملة من أوروبا وبتجي مستعملة من شبان فيه أزلو 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 20 دولار فيك ما 20 دولار تشبسكات مستعملة نرتبة وبتطلع أدنى بعدها كل واحد حسب برجة طبعيني ثقافة الدراجات الهوائية تنمو يتيمة من جهة القطاع العام مع أن الحلول بسيطة وسريعة وفي السياق وفي العاصمة أيضا صعوبات جمى تلحق بالمشات حيث أن الأرصفة إن توافرت غالبا ما تتحول إلى مواقف